هذه الاتفاقية بين بلادنا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سيتم إنشاء فرع كامل تابع للأكاديمية في موريتانيا وسيصهم هذا الفرع في تطوير العلوم الأكاديمية المرتبطة بعلوم النقل البحري وقع الاتفاقية عن بلادنا السفير الموريتاني في القاهرة ومن دوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية سعادة السيد سيد محمد عبدالله في موقعها عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السيد إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرح في مسعى إلى تفعيل وتنوع علاقات التعاون بين الأكاديمية وموريتانيا خدمة لأهداف التنمية نوقع في مقر وزارة الخارجية اليوم بتشريف معالي وزير العدل النهاردة بنوقع اتفاقية لتأسيس مقر دائم للأكاديمية إن شاء الله في بلدنا موريتانيا الأكاديمية العربية صرح علمي كبير بقاله النهاردة خمسين سنة تميز في علوم النقل البحري والصيد والباقي العلوم الهندسة والإدارة الأعمال والزكاء الاصطناعي وكل يعني العلوم الحديثة فإن شاء الله بنسعى لإنشاء فرع كامل للأكاديمية في موريتانيا بإذن الله تعالى على أحدث النظم إن شاء الله يكون جمع حديثة تفيد أبناء موريتانيا تخدم أهداف التنمية وأهداف الرؤية الرؤية التي نشوفها ونثمن عليها في بلدنا موريتانيا وخلال هذا الحفل قدم لوزير العدل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة السيد محمد محمود العبدالله والبي درع الأكاديمية كدليل صداقة تعاون علمي أكاديمي يسعى إلى تطوير العلاقات بين موريتانيا والأكاديمية والذفع بها نحو آفاق أرحب يعقوب الله